مرحبا يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير اليوم هشرح لكم كيف نستخدم StreamYard كأدمن يعني انتل اللي بتتحكم طبعا بتدخل على streamyard.com راح يكون عندك هون لوج ان تدخل على الوج ان تكتب الايميل احنا ايميلنا canartv.info gmail.com هذا الوقت بيبعت لك على الايميل كود طبعا هذا الكود هايه على السريع بعته six digits مرة واحدة يعني على الفاضي اذا كنت تحفظوا بعدها راح يروح بنحط الكود وخلص هيك انت بتدخل بتصير admin لهاي الصفحة راح يكون عندك هون عدة خيارات اذا بتحب تعمل create انا بدي اعمل واحد create broadcast بتحب وين تحطه مثلا على اسم الحلقة هون بتحط مثلا سنتناول في هذه الحلقة اي شي بدك تحكيه بتقدر تعمل schedule بقدر تحط صورة مثلا انا بدي احط صورة اي صورة مثلا احنا نحكي ب download مثال هاي الصورة اوكي وبقدر تحط طلو وقت بحيث انه برمجه بطلع الناس ايمتا راح يكون هذا بطلع عندك زي برنامج والوقت بتعمل create broadcast بس بندخل هون بتقدر هون تعمل invite guest بتبعت لهم الهذا عشان يدخلوا معك اذا كتبعت لا احد وهون اذا بدك تصلح في في البودكاست انا انا حصلحوا اعملوا انه اه وبتقدر تعملوا delete اه وبتقدر تعملوا view on facebook طيب خلينا هون ندخل هذا المهم enter podcast studio هذا اللي بدخلنا على الستوديو تبع البودكاست طبعا هلا مش هيورجيكو فيديو اه لانه انا عم بسجل بنفس الهاي خلينا نعمل له block مش مش اه لازم ندخل اوكي طيب الاسم بدك تحط اسم نحكي اسمك اكس 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 او بالعربي هون انا بدكته بجمال خلينا نحكي هيك اوكي و enter with mike زي ما انتو شايفين دخلك على غرفة هاي الغرفة اللي هي غرفة تبعتك انت كادمن الضيف ما راح يشوف كل اشي راح تشوف هون راح تشوف اه زي ما انتو شايف هون اسم الحلقة اه اذا ضغط على هذا البطة راح ترجعك للصفحة الرئيسية هون بتغير اذا بدك تغير اي اشي بالحلقة الاسم الدسكريبشن قبل ما تبدأ الحلقة اذا بعد ما بديت هون قديش ضايل للحلقة ضايلها 18 دقيقة و 20 18 ثانية هون وين راح تكون وهون go live go live بتكبس عليها بطلعك live ديريكت يعني هذي اذا كبست عليها الان انا بسير live مش حدخوا live حوار جيكو شو اللي بسير من الكومنت هون بتشوف الكومنت اللي بكتبوها الناس زي ما انتو شايفين انا داخل على اول كومنت موجودة من stream yard اذا بكبس عليها بتطلع الكومنت برجع بكبس عليها بتروح فاذا انت شايف كومنت او سؤال موجود من الجمهور تقدر تكبس عليها وتشيله البانر بتقدر انت برضو هون عفوا تكتب مثلا شكرا شكرا على تعليقكم اي اشي زي هيك تعليقك مثلا وبتضغط عليه وبطلع هذا في الكومنت زي ما انتو شايفين بدي اعمل له share بدي اعمل له hide البانر هذي الشغلات اللي انت بتكتبها او بتجهزها مثلا احنا بنا نجاهز بانر جديد اسمه الصحة والحياة مثلا الصحة والحياة اوكي في نوعين للبانر زي ما انت شايفين الصحة والحياة باضغط عليه بطلع قدامي بانر على الصفحة هلا هخلي هعمل بانر تاني هحكي اه في البانر هذا شكرا لمتابعاتكم للحلقة مع اه التحية مثلا زي ما انت شايفين هون في شغلة اسمها scroll across bottom هاي اذا ضغطنا عليها شوف شو رح يصير بالبانر هذا رح يكون عندك اشي غريب في البانر هون اسمه ticker بس تضغط عليه رح تبين عندك تحت تضغط عليه بروح تضغط عليه برجع جدا و جدا و جدا فيه نوعين من البانر واحد اسمه ticker واحد اسمه بانر عادي ما ببين عليه انت بتغير فيه زي ما بدك وتقدر تغير اوكي براند البراند هون عادة احنا ما بنشتغل عليها كتير لانه هون الالوان تقدر تغير اللون اللي بدك اياه مثلا غيرنا اللون فيه نوعين من الثيم فيه هذا الثيم وفيه هذا الثيم انت حسب شو بتحب اللوغو طبعا هاي لوغو كنار تيفي اوبرلاي هادي اذا بدك تحط دعاية او اشي طبعا احنا مش مجهزين ولا حاجة هون الباكجروند هي اللي شوية مهمة زي ما انتوا شايفين هون باكجروند زي قهوة انا حطت شوية باكجروند مجهزهم بتقدر انت تغير في الباكجروند مثلا انا بدي احكي اليوم حفلة العيد خلينا نحكي عن عيدكم بارك زي ما انتوا شايفين بقدر اغير بحيث انه الكل شوفها تكون منظر حلو او 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 رونق مع بتقدر تلغي البانر زي ما انتوا شايفها اذا ما بدك اياها بس تكبس على هاي الكبسة وبتروح وخلص بصير الباكجروند تغيرها بتقدر تحط قد ما بدك شو ديسبلي نيم هون هاي لما يدخل معك الجمهور مثلا اذا بدخل انا حدا بقدر يكتب اسمه او بكل الاسم مش موجود برايفت شات هاي بينك وبين الناس اللي موجودين جوا الغرفة بتقدر تكتب لهم مثلا ساسأل مثلا ساسأل مثلا محمد سؤال الان مثلا فهو بيشوفها عنده بتكون عنده شغلة حمرة بقول لك او نعم هل ممكن ان تقوم بذلك او اشي هون السيتنج هاي عادة ما فيش اشي تسوي فيها جنرال كاميرا كل هاي الشغلات الجرين سكرين الجست هاي كلها ما في تغييرات فيها فما في داعي تغلبوا حالكو اه نرجع هاي كده هذا الطبيعي الان اه ندخل على الفيديوهات طبعا هذه هذه الاول واحدة بتظهرك لحالك انت الهوست انت الوحيد اللي بتكون بالسكرين هاي بتظهر اتنين موجودين في السكرين بالنص يعني السكرين كامل بس بالنص هاي بتظهر اتنين زي ما انتوا شايفين هون او او اربعة كامل السكرين تبعهم بس في باكراوند اللي هو استخدمنا في البراند اللي هو هذا الباكراوند انا مش قادر اورجيكو لانه انا خلينا اجرب ستارتنج كاميرا لانه انا عم باستخدم نفس الكاميرا عم بصور فيديو مالش طيب هون بهذه بتبين الهوست اللي هو المقدم الاساسي والضيوف عنده بكونوا صغار في الفيديو هون اوكي هاي هنحكي عنها دول التلاتة اللي هون لشير سكرين شير سكرين شو هو الشير سكرين هلا هنحكي عنه هذا مهم زي ما انتوا شايفين تحت هون في انموت بتقدر تطفي الصوت تبعك بتقدر تطفي وتضوي الفيديو تبعك بتقدر تغير التحديثات تبعتك هاي شير سكرين هنحكيها اذا انت جوا الصفحة ممكن تعمل تتذكروا الانفايت بتقدر تعملها من هون تقدر تبعث على الايميل الانفايت لحدا بديدخل معك وهون اذا بدك تترك الصفحة نهائيه هلا الشغلة الوحيدة اللي فيها هون الشير سكرين وفيه شغلة تاني هحكيها كيف تكبر وتصغر الصورة لحالك يعني انتوا اتنين عم تحكوا مع بعض اوكي مثلا انا ومحمد عم نحكي مع بعض بس انا ما بديش يكون صورتي موجودة لانه محمد عم بحكي عن موضوع مهم بديوارجي شغلات ففي صورتي هون بتكون هون صورة محمد او مربع تاني لمحمد بيكون في مربع صغير في الزاوية بتكبس عليه بتصير صورة محمد الصورة كاملة يعني باخد السكرين كله وانا بصير في سامعه وشايفه بس بكون في الباكستيج يعني الجمهور مش شايفني برجع بكبس على نفس المربع الصغير اللي موجود في الزاوية بيضغر صورته بصير انا وياه في الشاشة سهلة جدا خلينا نحكي على السكرين طيب لو دخلنا على صفحة جديدة وحكينا بدنا نكتب اه يوتيوب اوكي يوتيوب زي ما انت شايفين هون فياتر مود مهمة طيب انا هون بدي اعمل اه شير بدي بس افتح كبان شغلة عشان اوارجيكو كيف مثلا الشاشة فيه صورة اه ننزل هاي بدي اعمل شير سكرين شير سكرين في عندك ثلاث شغلات في اول شغلة اللي هي سكرين اه انتير سكرين اذا بدك تورجي الناس وعم بتسوي الشغلة التانية ابليكيشن انت فاتح شغلة زي الصورة هاي زي ما انت شايفين بدي اكبس عليها بعمل لي الشير طلعت لي الصورة اللي انا عمل هاي شير بقدر اشيل البراند لانه ما اخد الهاي زي ما انتوا شايفين الصورة زي ما أنا شايفها اذا هون انا الصورة نفسها بكبرها بتكبار زي ما انا بسوي في البرنامج بسير في الصورة اوكي ممكن احرك زي ما في عندي صور ثانية يمين شمال بشوفوا الناس اللي هو البرنامج اللي انا فاتحو هذا تبق الصور. clusters video نفس الاشي اوكي بس الفيديو لازم تانتبهوا لشغلة زي ما انت شايفين المربع اللي كنت احكييلكو circuitär عنه هذا هو شايفينه مربع صغير هذا بشيل او بحط خلينا نعمل شير سكرين لشغلة تانية مثلا بدك تشيل السكرين هذا بتعمله بس رموف وبتشيله بتعمل شير سكرين لشيء تاني اذا في اوديو عندك بدك تعمل شير سكرين لازم تعمل شير اوديو تنتبه لهاي الشغلة مهمة جدا اذا مثلا الفيديو عندك اوكي لازم تعمل شير اوديو طيب هون الابليكيشن مثلا احنا فاتحين هدو الابليكيشن خليني افتحلكو فيديو مثلا احتياطا عشان تشوفوه بس سوري برجع على الصفحة هاي زي ما انت شايفين طلع لي هذا الفيديو بعمل شير بطلع صورة الفيديو هون وبعمل له جس بلاي اوكي انا عندي فيديوهات تانية بقدر اروح فيها يمين زي ما هو شايف شمال ثلاث اوكي فسهل جدا اوه اوه شير했습니다 اذا ما بتسكر البرنامج الاخرى اريدjo اعمل لكو شغلة اوена اوه اودي صورة اودي اسم مصلي هلم السفحة check in to the camera هاي اليوتيوب زي ما انت شايف انا عملت على صفحة اليوتيوب حاله اوتوماتيك بعمل لي سكرين لو دخلنا على الفيديو زي ما انتوا شايفين يبين انه عندي سكرين هون بس بعمل هاي فول سكرين يس لما عمل فول سكرين شوفوا هون شو بصير عندي فول سكرين بس برو على الصفحة هاي بعمل لها بلاي دقائي انا احمد فاخوري مقدم برنا اطفي هاي راح تشوفوا اطفي الصوت زي ما انتوا شايفين شغال عادي والصوت مفروض يكون طبيعي انا اطفيته بس عشان ما يصير كوبي رايد المهم موضوع سهل هذا شير سكرين طبعا وانا اشي اعمل شير سكرين بقدر اعمل تلات شغلات يأما بعمل كل السكرين بس للفيديو او للصورة اللي انا اعملها اذا كبست على هاي طبعا لانه فيش حدا معاي انا بيصير عندي صور الضيوف هون او فيديو الضيوف هون اوكي والسكرين اللي اعمل له شير بيكون على الجنب حلو انه يصير فيه تبادل اراء وافكار هون بيصير صورة المذيع او المقدم اللي هو صاحب الصفحة فقط الضيوف ما بكونوا موجودين والفيديو طبعا هاي انا قليل بستخدمها لانه انت كمذيع او مقدم مفروض اكتر اهتمامك يكون بالضيوف مش في نفسك فيعني انا هاي بعتبرها وهاي مش مهمة كتير بالنسبة لي اكتر اشي بستخدمه هاي وهاي وهدول التنتين اوكي هذه هي كيف تعمل كنترولة الغرفة سهل جدا ما فيه اي صعوبات برجع بعدين بس تخلص اللايف بتصير هون عندك percent end broadcast بتكبس عليها بعدين بتطلع لك هل انت متأكد انك بودك تعمل ال broadcast end broadcast بتكبس عليها مرة تانية فبنتهي ال broadcast فشغلتين راح تطلع لك شغلة زي هيك بس بتكون اند برودكاست فبتكبس عليها مرة تانية وبتكون خلصت هيك البرودكاست سهل جدا حبيت بس اوارجيكو كيف تستخدمو عشان اذا حدا بدو يستخدمو ويعمل كنترول للروم راح اسوي حلقة ثانية عن كيف تقدر تدخل كضيف على هذه الحلقة خليكو معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد